بسم الله الرحمن الرحيم الفيديو رقم 17 في السلسلة المتكاملة لشرح المحاسبة الضريبية وفق أحدث التعديلات للقوانين الضريبية ودي المحاضر رقم 2 في الضريبة على القيمة المضافة موضوع أهم جدا اتكلمنا الفيديو الفات عن أساسيات المحاسبة عن الضريبة على القيمة المضافة وتكلمنا في حوالي 22 نقطة ملحوظة كده خاصة بتطبيق أو الجانب العملي في الضريبة على القيمة المضافة تكلمنا في حاجات هامة قوي ياريت ترجع الفيديو اللي فات نهاردة هنتكلم عن ثلاث حاجات مهمين السلعة المستوردة عند استراضها وعند بيعها وهنتكلم عن الخدمات المستوردة وهنتكلم عن المناطق الحرة ثلاث حاجات لهم معلقة ببعض نتكلم عنهم النهاردة قبل ما تكلم عنهم في حاجة دايما كنت عايزة أقولها وبنسة طبعا الضريب على أرباح نشاط تجارة والصناعي فيها حاجة اسمها عقود المؤولات اللي بتقعد أكتر من سنة دي بيبقى لها معالجة مختلفة شوية ضريبية ليه؟ لأن عقد المؤولة ده بينتهي مثلا بعد خمس سنين يعني الربح الحقيقي بيطلع بعد خمس سنين بس مصلحة الضريب مش تستناني خمس سنين فبتحسبني سنويا عن طريق حاجة اسمها نسبة الإتمام طب الكلام ده فين في الفيديوهات الفات مش هتلاقيه ليه مش هتلاقيه؟ لأن أنا شارح سلسلة اسمها عقود المؤولات أربع فيديوهات شرحت فيهم كل ما يخص المؤولات تقريبا فشارح أنا التحاسب الضريب لعقود المؤولات ضمن السلسلة دي فعشان ما كرارش الموضوع تاني يعني طب هتلاقي الفيديو ده فين؟ أولا أنا حاولي ننزلها دلوقتي فوق كده هتبص فوق كده هتلاقي الرابط وأو ادخل على البليلست بعد ما تخلص الفيديو ده إن شاء الله ادخل على البليلست هتلاقي سلسلة عنوانها المؤولات محاسبة المؤولات هتفتح الفيديو التالت اللي هو إزاي نوضح ربح وإرادة العقد من خلال محاسبة الضرائب والحاجات دي من الدقيقة تساعتاشر هو ده الموضوع اللي أنا عايز أقول لكم عليه اللي هو تحديد الربح الضريبي لعقود المؤولات أو اسمع الفيديو كله عشان تبقى إيه واخد فكرة عامة عن عقود المؤولات وبالتالي تفهم ليه ربح إيه ليه الربح في المؤولات بيعالج بطريقة خاصة تمام؟ دي النقطة الأولى اللي أنا عايز أتكلم فيها وكنت كل مرة نسأولها تاني نقطة بالنسبة للاتفاقيات الدولية والمراجعة وأثر التكنولوجيا على الضرائب اللي هي الحاجات النقاط اللي مسابقة الضرائب اتكلمت عنها لأن فيه ناس كتيرا بتتبعنا زملائنا المتقدمين لمسابقة الضرائب ربنا يوفق الجميع إن شاء الله سواء في الضرائب أو في غيرها إلا اللي مش هيوفق يعني ففي آخر الفيديو هنتنقش كده شوية في الحاجات دي وهقول لكم هنتعامل معها إزاي وهعمل لها فيديو برضو خاص بها بس في آخر فيديو نتكلم معنا تمام؟ تعالى بقى نشرح موضوعنا النهاردة السلعة المستوردة القانون قال إيه؟ القانون قال لك أن القيمة المتخزة تقدر قيمة السلعة في مرحلة الإفراج يعني أنا وأنا بفرج عن السلعة جمركيا بعد ما كنت دفعت الجمارك ولو فيه رسوم أو أي حاجة بدفعها بيجي لحاجة اسمها القيمة من واقع الإفراج الجمركي بزود على زي ما نقولت لك الضريبة الجمركية لما تتحسب الرسم لما يتحسب لو فيه رسم تنمية مواردة أو أي رسم يعني الكيمة اللي بتطلع هي اللي بحسب عليها ضريبة الكيمة المضافة هنطبق دلوقتي ما تقلقش في بقى ملحوظة هي يشترط ألا تقل القيمة الواجب الإكرار عنها عند بيئها في السوق المحلي عن الكيمة المتخزة أساساً ربط الضريبة ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر الكيمة المخفضة عليها مثال النقطة دي بس أنا أفهمك يا أنا أقصو دي أنا دلوقتي يا جماعة في مرحلة الإفراج كانت السلعة اللي أنا بستوردها دي كيمةها مئة ألف حسبت عليها جمارك عشرين في المية الجمارك بتضاف لأن الجمارك لا ترد على فكرة جزء من التكلفة فالجمارك هتبقى عشرين ألف مثلاً يبقى الكيمة مئة وعشرين ألف هي دي اللي أخضعها لضريبة الكيمة المضافة يبقى الضريبة الجمركية على حضرات أنا بحسبها وأضفها على كيمة السلعة من واقع الإفراج اللي هي مئة ألف زي ما أنا قلت يبقى مئة وعشرين ألف مئة وعشرين ألف دي بحسب عليها ضريبة كيمة المضافة حلو الكلام طيب أنا السلعة دي بقى بعد ما استوردتها أجرت عليها شواء التصنيع أو 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 بعتها المهم يعني لو أنا بعتها مثلاً بمتين ألف ما فيش مشاكل أحسب الضريبة عند البيع وطرح منها الضريبة المستحقة بتاعة المدخلات يدينا الضريبة ويجبت التوريد زي ما احنا قلنا طيب افرد بقى السلعة دي بعتها بمئة وعشر ألف اللي بقى لك بعتها بإيه بمئة وعشر ألف يبقى أنا مستوردها مكلفاني مئة وعشرين ألف اللي هو الوعاء اللي ضربت فيها عشان نجيب البون مضافة مئة وعشر ألف وبعتها بمئة وعشر ألف يعني خسرت اعتبر خسرت كده فمصلحة الضريبة قالت لك إيه بقى لا أنا لو حسبت لك على المئة وعشر ألف يبقى في الحالة دي انت هتسترد ضرائب لأن ضريبة البيع هتبقى على المئة وعشر ألف وضريبة المدخلات هتبقى على المئة وعشر ألف بقى أنت كده لك في زمتنا ضريبة في حين ان انت خسرت فعقابة لك على انك خسرت هحمل لك الضريبة عند البيع بالرقم الكبير اللي هو مئة وعشر ألف ليه لأن انت خدت العملة الصعبة بتاعت الدولة ودتها بره البلد واستوردت بضعف الآخر خسرت فيها طيب اللي مش مستوعب أول اللي أنا بقوله ده المثال اللي جاي ده هوضح لك أو بالأرقام نقصه دي سنحاول تقول يعني طيب في استثناءات للموضوع ده آه لو السعر مثلا البيع أقل آآ في ما يبرر انخفاض القيمة في أسباب تجارية بتبرر انخفاض القيمة دي اللي حتكلمت عنها وقالت الأمثلة على الآتي يعني أنا ممكن أسمح لك بانخفاض سعر البيع عن الوعاء بتاع ضريبة كما المضافة في الحالات التالية لو القيمة السوقية انخفضت بسبب وجود بدائل زوية حرف اللام بدائل زاد تقنيات أخرى أو انخفاض السعر على مين يعني أنا ما ليش يد انخفاض السعر على مين مش أنا السبب الرواكد ان فيه بضعة تلفة أو هي حاجة فمش هيبقى بوت وخراب ديارة بضعة تلفة أو معيبة بشرط ان يبقى فيه مستنعات للكلام ده وقال لا تكون السلعة قد سبق استعمالها عامل لك أنا مثال لطيف قوي قوي وشامل كده وحلو على السلعة المستوردة بقول لك الشركة استوردت رسالة جلود قيمتها من وقع المورد الأجنابي الفاتورة بتاعته عشرين ألف دولار والدولار قلت لك ستاشر جيني في الوقت ده ستاشر جيني مصر مصاريف الشحن للنقل والحاجات دي والمركب اللي جاب البضاعة ألفين دولار تكلفة التأمين ألف دولار عشان لو المركب لقدر الله غرقت أو البضاعة تأثرت أو أي حاجة بعوامل الجو ناخد فيه تأمين ده فيه ألف دولار عشان ايه ناخد تعويض لو لقدر الله حصل شيء يعني التفريغ بالميناء الناس بقى اللي بتنزل في الجمرك بنحصل كمان خمسة في المية رسم دعم الغرفة الجلود والضريبة الجمركية خمسشار في المية ومصاريف الانتقال الداخلي بعد الخروج من الجمارك ركز ثلاث تلاف وتم بيع الرسالة بهامش ربح بلغ ثلاثين في المية من التكلفة ركز عشان فيه تركات في التمرين ده المطلوب الأولاني تعال نشوف الأول الضريبة واجبة التوريد بص يا حضرات فيه نقطتين هنا في السؤال ده فيه استيراد وفيه بعد كده بيع فالاستيراد بعمل ضريبة المدخلات وبدفعها وانا بستورد او انا بخرج من الجمارك بدفعها خلي بالك وانا بخرج من الجمارك بدفعها ركز في الحتة دي بعد كده ببيع البيع عليه برضو ضريبة كمو مضافة بس لازم اطرح ايه الضريبة السابق سدادها على المدخلات لانها نفس السلعة هو ده اللي احنا قلنا عن الكمو المضافة كلمنا عن الكلام ده الفيديو اللي فات ارجع له ليه بطرح عشان اوصل لما اضفته فقط للسلعة عشان ما يبقاش فيزدواج طب تعال بقى نحل الراجل ده اشترى البضاعة بعشرين الف دولار هنضرب عشرين الف دولار في ستاشر ادينا تلتمية وعشرين الف بعد كده فيه مصرف شحنة الف دولار في ستاشر تنية وتتاتين الف التأمين الف دولار في ستاشر عشان الدولار في ستاشر ادينا ستاشر الف التفريغ بالميناء ده عمال مصرين اللي بقابضوا بالجني المصري السؤال بقى اضيف مصاريف الانتقال الداخلي بعد الخروج من الجمارك لا اسمها هي يا جماعة مصاريف انتقال داخلي بعد الخروج من الجمارك يبقى الجمارك يعني هي اتصرفت بعد ما طلعت من الجمارك ليست ضمن الوعاء اللي بحسب عليه الضريبة الجماركية ولا القمرة المضافة كمان تمام يبقى المصاريف الانتقال دي سيبها خلص دلوقتي مش هتتاخد وصلنا للقيمة الخضعة للضريبة الجمهورية طلعت تلتمية وسبعين ألف جنيه نيجي بقى نحسب الضربتين اللي هما وقال لي فوق فيه خمسة في المية رسم دعم لغرفة الجلود وخمساشر في المية ضريبة جمهورية اللي اتنين على تلتمية وسبعين تلتمية وسبعين في خمسة تلتمية وسبعين في خمسة وأضيف الرقمين دول أضيفهم ليه لأن المبلغين دول لن يردوا الجزء من التكلفة بتاعتي يعني مش أخدهم تاني إلا بقى لو حاجة أسماء أفراج مؤقت وحاجات كده قصص كده في الجمارك بدفع نسبة وبستردها لو حققت الشروط قصص كده في الضريبة الجمهورية يعني المهم الدانة 444 ألف ده الوعاء بتاع الكامل المضافة أضرف 14% يبقى الضريبة المستحقة على الاستيراد 62-160 تمام طب إحنا بقى زي نشوف الضريبة المستحقة عند البيع وراجل ده باع بكام قال لك باع بهامش ربح 30% من التكلفة يعني عايزك سب 30% خلي بالك بقى في الحالة دي بقى أضيف مصاريف الانتقال الداخلي أضفها ما هي جزء من التكلفة بس لا تضعف لإيجاد وعاء الضريبة الجمهورية أو وعاء ضريبة كامل المضافة لأنهم تموا بعض الإفراج والوعاء قلنا بيتحسب عندنا الإفراج الجمهوري بقى في الحالة دي التكلفة بتاعتي هتبقى 444 ألف زائد مصاريف الانتقال الداخلي العربية النقل اللي جات الجمرك وددتها المغزن بتاعي خدت 3000 يبقى ده التكلفة بتاعتي أضربها في 130% دي نقيمة المبعات أو أقول التكلفة زائد التكلفة تاني في 30% هي هيها قلت لك الفيديو الفات هي هيها ارجع الفيديو الفات أساسياتك كان الفيديو فات ده أساسيات يبقى تمن البيع طلع 581 يعني الفرق بين الـ 581 والتكلفة هو ده الربح بتاعي يبقى الضريبة المستحقة عند البيع كام 518% في 14% ده أنا 81-354 يبقى السلعة في شكلها النهائي ضربتها 81-354 وأنا مسدد قبل كده في نفس السلعة عند الاستيراد 62-160 يبقى منعا للإزدواج نطرحهم من بعض يبقى الضريبة عند البيع نقص الضريبة عند الاستيراد دينا 11194 دول هما اللي يتوردوا للجمارك ده المطلوب الأولاني المطلوب الثاني بيقول لي يقرأ كده افترض ان الرسالة اتبعت ب400 ألف فقط احسب الضريبة واجبة التوريد أركز بقى ده النقطة اللي أنا قلت لك عليها خلي بالك بص لبالة أحمر ده وعق ضريبة الكمى المضافة اللي بقى لك 444 ألف وأنا بيعت بكام ب400 ألف اللي بقى لك أنا ببص 444 ما بضفش لتنين وستين لأن 62 ده هتسترد اللي بقى لك ركز يبقى اللي بالأحمر قدامك ده اللي هو الوعاء 444 ألف وأنا بيعت ب400 بقى أنا خسرت خسرت فمصلحة الضريب يعني اللي عايز يفسر اللي عايز يفهم بقى الضريب صح يفهم أنا بحاول أفهمك الفكرة اللي أنا بقوله ده مش موجود في القانون بس أنا بحاول أفسر لك القانون القانون قال لك لما نيجي نحسب ضريبة المبيعات ما نحسبهاش على 400 ألف نحسبها على الرقم الأكبر 444 وأنا لسه أقل لك ليه ليه بقى أنا لو حسبت ضريبة البيع على 400 ألف يبقى الرجل ده يسترد فلوس ليه لأنها تبقى الاتنين وستين مئة وستين أكبر من الضريبة عند البيع بقى يسترد الفارق أو تخصم لهم الإكرارات التالية يعني لكن أنا عايز أعجبه أعجبه ليه لأنه قلت لك خد العملة الصعبة بتاعتنا الدولارات ودها بره البلد واستورت سلعة وخسر فيها فالعقاب بيبقى أن أنا إيه ما رده ليش فلوس يبقى حسب له ضريبة البيع بوعاء 444 وليس 400 ألف يبقى الضريبة بتاعة المستحق عند البيع هتبقى برضو 444 في 14% دينا 660 بقى في الحالة دي الرجل ده ولا هيدفع فلوس ولا هيقبط فلوس لكن لو كنت حسبتها 400 هياخد فلوس وأنا مش عايز ياخد فلوس قلت لك ليه أتمنى تكون فهمت المطلوب التالت بالرجوع للسؤال اقرأ كده معايا احسب الضريبة بفرض أنه تم تخفيض القيمة المتخزة لحساب الضريبة جملكية 30% في أحيانا بعض السلع ببقى عايز أن أنا أشجع المستورد على استيرادها يعني مثلا مواد خام داخلة في صناعة معينة أنا عايز أشجع الصناعة دي فبعمل تخفيض للقيمة الجمركية للسلعة دي للمادة الخام دي أحد أهداف الضريب أن هي تشجع الصناعة تشجع الصناعة أن احنا نقلل الضرائب على الوردات لمواد خام اللي هي داخلة في صناعات معينة فهو خفض للكيمة المتخز للحساب الضريبة جملكية تلاتين في المية إيه معنا الحل لا يتأثر إزاي بقى شايف حضرتك التلاتمائة وسبعين ألف اللي احنا وصلنا لها دي كما الخاض على الدربة الجمركية هو قال لك إحنا عايزين نخفض تلاتين في المية مش إلى تلاتين في المية لأ هنشيل تلاتين في المية من التلاتمائة وسبعين تلاتمائة وسبعين في تلاتين في المية هادينا مية وحداشر ألف نطرحهم تلاتمائة وسبعين ادينا 259 كنتم كادرة في 70% على طول تمام بعد كده اكمل حل عادي 259 اضربهم في الخمستاشر واضربهم في الخمسة واجمعهم ادينا 310 و800 يبقى الضريبة في الحالة دي هتقل بقى 43.512 وراجل في الحالة دي ضريبه قال لي تخلي بالك يعني من 62 إلى 43 وكمان الجمهوريكية قال لي والدعم قال لان خفضنا له 30% تمام نيجي بقى لموضوع اخر وعايزك تركز فيه لانه فيه تدخل شوية وفيه لغبطة شويتين شويتين اللي هي المناطق الحرة المناطق ايه الحرة بقول المناطق الحرة دي يا جماعة اللي هي مثلا في برسعيد في منطقة حرة لها مزايا ضريبية هنشوف ايه المزايا دي بقول لك تفرض الضريبة بسعر صفر في المية قلت لك الفيديو الفات الفارق بين العفاء وصفر في المية طبعا صفر في المية على السلعة التي تصدرها تصدرها ركز ركز عشان فيه تدخل كبير في اللي هيقول التي تصدرها المناطق والمدن والاسواك الحرة الى خارج البلاد يعني بر مصر بلو في منطقة حرة اه صدرت سلعة سواء المصنعة او سلعة تجارية يعني المهم ان انا صدرت في الحالة دي صفر في المية سيزاية التصدير ماشي وفيش جديد بص بقى كما تغضع للضريبة صفر السلعة والخدمات الواردة والمستوردة لتلك المناطق لمزولة نشاطها يبقى المناطق الحرة برضو لما تستورد سلعة مش هتدفع ضريبة عليها بس بشرط تكون لازمة لمزولة النشاط يعني انا شارج السلعة دي او مستوردة عشان امارس النشاط بتاعي عادة سيارات الركوب يعني انتو عارفين ان العربيات عليها ضرائب عالية شوية مع ملاحظة ركز بقى على بالك في طرفين في اللي انا مشرحها المنطقة الحرة والمنطقة الحرة بتتعامل مع اطراف اخرى داخل البلاد او خارج بقلنا لو خارج البلاد يبقى صفر تبتعان شوف بقى لو داخل البلاد بقل لك تغضع للضريبة المنطقة الحرة امتى تغضع للضريبة لو السلعة اللي في المنطقة دي اتوردت داخل المنطقة للسلاك المحلي يعني انا مثلا اشتريت سلعة معينة صنعتها ولما جيت باعة ولا باعتها خارج البلاد ولا خارج المنطقة الحرة لا ده انا باعتها داخل المنطقة الحرة في الحالة دي تغضع للضريبة تمام لان انت دلوقتي ما حققتش اهداف ان شاء المنطقة الحرة ان شاء المنطقة الحرة من ضمن اهداف الرئاسية التصدير انت ما صدرتش تمام تاني حاجة الجهة بقى اللي بتشتري من المنطقة الحرة دي بتغضع للضريبة عادي باعتبره استيراض يعني الجهة اللي بتستورد منها الخارج ولو استوردت من المنطقة الحرة الاتنين زي بعض برضو في مرحلة الافراج الجمهوري ركز بقى في جيم دي اوي ركز في جيم اوي عند خروج تلك السلع بحالتها بحالتها يعني انا شار سلع بتجر فيها مش بصنعها برضو بقنا كده ما مارستش نفسات التصنيع من المنطقة الحرة الى السوق المحلي تفرض ضريبة على المناطق الحرة ويكون الوعاء هو قيمة الضرائب الجمهوريكية بس يعني الوعاء هبقوا قليل الضريبة الجمهوريكية مش القيمة في مرحلة الافراج يبقى القيمة بتاع الضريبة بس هيحسب الضريبة الجمهوريكية هو دوع ضريبة الكمهوريكية انا برضو مش سايبك انا اقول لك ليه بص في الاكواس بيقول لك ايه لانه سبق سبق خضوعها عند ورودها بقيمتها عند الافراج يعني لما جينا ناخد السلع دي بحالتها لما جينا ناخدها مش لازمة من زالة النشاط هيجئة بحالتها فهي خضعة للضريبة قبل كده وانا بستوردها ابيعها او اخرجها بحالتها ما تخضعش تاني الكمه بتاعتها ما تخضعش مرة كمان لا تخضع بس ايه الكمه الاضافية اللي هي الضريبة الجمهوريكية اللي هتحسب اضافيا عند الخروج يبقى هو ده اللي هيبقى الوعاء هقول مثال دلوقتي ما تخافش ما بفرض بقى سلعة تم تصنعها داخل منطقة الحرة وخرجت الى داخل البلاد برضو زي اللي فاتت بس دي سلعة تم تصنعها يبقى اللي فاتت كان بغرض الاتجار يبقى الوعاء هو كمان الجمهوريكية فقط طيب لو سلعة تم تصنعها وخرجت الى داخل مصر مش خرجت لو قلنا لو بره مصر يبقى صفر هنا الى داخل البلاد في الحالة دي بصرف النظر على المكون المحلي او الاجنبي تخضع على كامل الكيمة عارف ليه تخضع على كامل الكيمة لانه وانا بستورد مكوناتها ما دفعتش ضريبة بص كده ملحوظة فين ملحوظة الاولى كما تخضع على الضريبة صفر السلع والخدمات الواردة المستوردة للمزولة النشاط انا اشتريت مادة خم عشان ازور النشاط ما دفعتش وانا باشتري يبقى لما اجي اصنع المادة الخم دي ودخلها او اخرجها لداخل البلاد بفي الحالة دي كامل الكيمة يخضع على الضريبة لانه ما خضعتش قبل كده شفت الموضوع في تداخل ازاي حاولت قدر الامكان ابسطه ووضح لك تفاصيل وبفهمك يعني انا بقولكش بيعمل كده لي بس انا بحاول افهمك ليه عملنا كده ده اللي خليك تفهم ان مناطق الحرة دي بزات ناس كده بتطلق بط فيها انا بديك مثالين هو في المناطق الحرة اول مثال بقولك احدى المنشآت التجارية اشترت 300 واحدة من احدى السلع المستوردة بسعر 500 جنيه بخصم اتنين في المية وذلك من احدى المنشآت العاملة في احدى المناطق الحرة يبقى انا خدت ايه من منطقة حرة والضريبة الجمهوركية هاتين في المية بقولك الوعاء هو نفسه الضريبة الجمهوركية طالما دي تجارية يعني على حالتها مش مصنعة يبقى انا هحسب الجمهوركية والجمهوركية اللي هتطلع هي اللي هحسب عليها ايه الكمة المضافة طب الجمهوركية هتساوي ايه هما 300 واحدة الواحدة بخمسمية بقى 300 في خمسمية خصم التجارة اتنين في المية ستبعده يبقى كنها اضرف 98 في المية واضرف 2 في المية اللي هي الضريبة الجمهوركية يدينها 4 و 4 و 100 يبقى الضريبة المستحقة هتبقى على 4 و 4 و 100 بس مش القيمة اللي هي 35 في 98 زاد ال 4 و 100 لا على 4 و 40 بس 100 ف14 ادينا 6174 هتبص بقى لبعدها دي قمت احدى المنشئات الصناعية المقامة بالمدينة الحرة ببورسعيد بيبيع بعض السلع المصنعة تصنيع بايه بخمسين الف جنيه المكون الاجنابي نسبته 40 في المية ولا هيأثر في الحل خالص قلتلك سواء المكونات محلية واجنبين والجمهوركية 20 وراسمة دعم 2 في المية هنا الوعاء هب على كامل القيمة مضافا اليها الرسوم والضريبة الجمهوركية لان ده تصنيع وقلت ليه يبقى قيمة السلع عصلا 50 الف الجمهوركية 50 في 20 في المية رسمة دعمة 50 الف في 2 في المية الف يبقى 61 الف يبقى ضريبة كامل مضافة 61 الف في 14 في المية فالكو الأمثال اللي أنا بحلها دي عارف فيها ايه فيها رسمة تنمية موارد دول فيها ضريبة كامل مضافة فيها ضريبة جمهوركية وكمان لو سلع خضعة للجدول هيبقى فيها كمان نسا احنا ما اتكلمناش في ضريبة الجدول طيب الملحوظة اللي بعد كده على الخدمات المستوردة يعني ايه خدمة مستوردة يعني ايه يعني انا جبت ناس من اليابان يفهموا العمال الالات دي بتشتغل ازاي الالات حديثة مثلا مش عارفين احنا نشغالها فدي خدمة بتوع اليابان دول هياخدوا في الويس ويمشوا خدمة ماشي او جبت ناس من ألمانيا يقدموا سويد استشارات للفنين بتوعنا والمهندسين خدمة جبت ناس يركبوا اصلي بقى عندنا مش عابفين يركبوا خدمة دي كلها خدمات جاء من برا مصر وكذلك كمان القانون ما سابهاش قالك الخدمات الرقمية اللي تم من خلال انترنت يعني مش شرط الرجل الاجنابي ده يجيلك مصنعك لا ده ممكن عن طريق الانترنت يدخل على المنظومة الالكترونية بتاعتك ويطور فيها ويعدل ويحدث برضو خاضع للضريبة كل خاضع يا جماعة طالما الخدمات دي تؤدى لشركات داخل مصر اكلمية الضريبة في حالتين لو مؤدل خدمة خليباك فيه فرق ما بين مؤدل خدمة ومطلق الخدمة مؤدل خدمة اللي هو الشخص الاجنبي مطلق الخدمة اللي هي الشركة المقيمة في مصر لو مؤدل خدمة اجنبي مقيم في مصر طالما مقيم يبقى لازم يكون مسجل في مصلحة الضرائب ويبقى في الحالة دي هيبقى ملزم بتحصيل وتوريد الضريبة يبقى هيحصلها من مطلق الخدمة ويوردها لمصلحة الضرائب وهو ده رجل مقيم بس اجنبي يعني طب افرض هو مش مقيم في مصر يعني هيجي يعمل خدمة ويمشي عندي هنا حالتين رئيسيتين قبل ما اقولي الحالتين دول خلاصوتهم في القاتي خلاصوتهم في القاتي الحالتين دول لو الرجل الغير مقيم ده لو وكيل او ممثل عنه او مكتب عنه في مصر في الحالة دي المكتب لازم يحصل الضريبة من مطلق الخدمة اللي هو الشركة المصرية ويوردها لمصحة الضرائب لان لو لو وكيل تبلقوا ملوش وكيل اللي يحصل لازم مطلق الخدمة مش المؤدي بقى بتاع الخدمة الترك الخدمة اللي هو الشخص المصري هو اللي يدفع الضريبة هو اللي هيدفع الضريبة هو كده كده بدل ما يدفعها للوكيل يدفعها لمصلحة الضرائب بقى ما ما فيش وكيل يدفعها لمصلحة الضرائب مباشرة ولو ما دفعهاش تطبق على الغرامات لازم يدفع لما في خدمة تقدت لازم يدفع عنها مقابل الضريبة كما المضافة حتة غير لازمة ولازمة دي غير لازمة للنشاط بتفرق ان الضريبة لا تخصم يعني ضريبة المدخلات مش هتتخصم ونقول مثال دلوقتي طب لو لازمة للنشاط هتخصمها تعالوا نشوف مثال حلو قوي نقلا عن كتاب الأستاذ الدكتور سعيد محمد شعيب تمام الأمثال اللي جاية دي نقلا عن كتاب طبعا من الأسدزة الأفاضل اللي هم الفضل علينا تحديدا في فهم المحاسبة الضريبية يعني يا المحاسبة يا جماعة فهم مش حفظ حالة عملية مطلوب بيان المعاملة الضريبية لضربة الكيمة المضافة في الحالات التالية عندنا ثلاث حالات تقول لي في كل حالة المعاملة تبقى ازاي الحالة الأولى قيام شركة مصرية بالتعاقد مع شركة أجنبية بالخارج على تركيب آلات ومعدات مستوردة مستخدمة في النشاط نظير أربعين ألف دولار علما بأن منتجات الشركة المصرية معفية من الضريبة هل بالك أنا ما قلتش في المثال ده وقفوها كيل وقال لا ما فيش أنا هحلها مرتين الأول نحسب الضريبة أربعين ألف ستاشر عشان نحولها لجنة مصر في أربع تاشر في المية دينا تسعة وتمين ستمين طالما المنتجات معفا يبقى لن يتم خصم الضريبة دي أو استردادها فتضاف لتكلفة الألات أنا إن شاء الله ما نجي نشرح نظام الخصم الضريبي من شروطه أن تؤدي المشتريات إلى مبيعات خضع للضريبة فدي المبيعات هنا تبقى معفية يبقى ما سمح لكش بالخصم الضريبي تمام؟ يعني أنت مش هتعمل أصلا وانت بتبيع فمش هتعمل ضريبة كوموضاف لأنها معفية فهخصم لك الزات هنفهم ده في النظام الخصم إن شاء الله طيب في بقى حالتين يبقى الضريبة تسعة وتمين ستمينة مين يدفعها؟ أولا عشان تبقى عارف كده كده اللي بيتحملها الشخص اللي هو المستهلك الأخير اللي هو متلق الخدمة قلنا الكلام ده الفيديو الفات هو اللي بتحملها طيب مين اللي بيوردها على حسب؟ لو الشخص الأجنبي ده اللي هو وكيل في مصر يبقى يطلع فاتورة ضريبية ويحصل الضريبة من متلق الخدمة ويوردها للضراء طيب لو ما ليش وكيل تلتزم الشركة المصرية بسداد الضريبة حالة تانية قيام شركة مصرية مسجلة بالحصول على خدمة غير لازمة للنشاط من شركة أجنبية بالخارج ليس لها وكيل بمصر ليس لها وكيل هنحسب الضريبة اللي بقى لك غير لازمة للنشاط يبقى الثلاثين ألف دولار في ستتاشر في اربعتاشر في المائة دينا سبعة وستين متين طالما ما فيش وكيل يبقى الشركة المصرية مسؤولة عن سداد الضريبة ولا يحق لها خصمها لانه وقال لك ان الخدمة غير لازمة للنشاط وقال كده غير لازمة للنشاط رقم تلاتة شركة مصرية مسجلة اتعاقدت مع شركة أجنبية على استخدام علامة تجارية مميزة لها نظير تسعين ألف دولار خدناها بتسعين ألف علما بأن الشركة الأجنبية ليس لها ممثل أو وكيل في مصر وأن الضريبة المحصلة على المباعات الشركة المصرية بلغت سبع عشرين ألف يبقى انا اشتريت علامة تجارية تسعين ألف دولار ومباعاتي الضريبة آسف لما جيتها بيع فقا الضريبة على المباعات سبع عشرين ألف اللي أبطها من اللي بيعتله يعني سبع عشرين ألف برحة كده أولا ضريبة عند البيع جهازة سبع عشرين ألف طب الضريبة اللي تستحق في الخدمة المستوردة هنقول تسعين ألف دولار ستاشر فاربعتاشر في المية دينا سبع وستين متين طالما لا يوجد وكيل بقى الشركة المصرية اللي تسادت ضريبة ولا يحك لها لا ده دي رقم اتنين احنا في ثلاثة خلي بالك الضريبة المستحقة تسعين ألف في ستاشر فاربعتاشر في المية دينا متين واحد ستمية تلتزم الشركة المصرية بسادت ضريبة المصرحة الضريبة لعدم وجود وكيل عند بيع المنتجات يحك لنا الخاص عند بيع المنتجات يحك لنا الخاص لانه ما قال ليش ان هي معفية او الكلام ده ماشي دي عليها ضريبة سبع وعشين ألف لما قال لك في الحالة دي انا وانا بستورد دفع ضريبة امتين واحد ستمية لما جيت بعت بعت جزء قليل الشهر ده بعت بسبع وعشين ألف بعت مبلغ قليل ضريبته سبع وعشين ألف بس لما في الحالة دي بقى بص خلي بالك هنا ضريبة المدخلات اكبر من الضريبة المستحقة عند البيع لما في الحالة ده انا هسترد الفرق انه والمفروض ان ضريبة عند البيع اكبر من ضريبة على نفس المدخلات لكن هنا حصل العكس يبقى ده استرداد ضريبة اللي اتكلمنا عنه الفيديو الفات يبقى انا هسترد الفرق وايه هسترده ازاي هيتخصم لي من من القيمة اللي علي في الشهور التالية يعني مسلا الفرق بين المتين واحد ستمية والسبعة عشرين الف مية وشوية مية حاجة وآآ سبعين يعني حاجة زي كده المهم المية حاجة وسبعين دي هخصمهم من القرارة يعني لو شهر الجاي على المية مش هدفع هتبقى كمان سبعين وشوية اخصمهم الشهر البعدي وهكذا ماشي يا حضرات آآ عايزين بقى نتكلم عن اللي انا كنت عايز اقوله لزملائنا المتقدمين للمسابقة الاول الفيديو اللي جاي هيبقى عن خصم الضريبة وضريبة الجدول بنفن شهو ضريبتكم المضغفة بالنسبة لزملائنا عشان اتحدد خلاص موعيد امتحاناتهم انت المسابقة اتكلمت عن الحاجات اللي هتمتحن فيها نمرة واحد هتركز هتركز مية في المية رقم واحد على محاسبة الضرابية طبعا وده موجود معاك في اللي ايه في البليلست الخاصة لمحاسبة الضراب رقم اتنين من حيث الاهمية المحاسبة المالية لان الضراب والمحاسبة برضو داخلين في بعض ان مأمور الضراب لازم بيكشوفوا القوام المالية وقوام الدخل بالذات لان فعل ارادات المصرفات قبل ما ايه مايراجع الاكرارات ضريبة فانت عندك عالقناة فيديوهات خاصة بالمحاسبة المالية من البداية خالص لحد اعداد القوام المالية يعني كرس متكامل كده في المحاسبة المالية موجود عالقناة انتش قادر تجيبه بالترتيب ابعت لرسالة في التعليقات على الفيديو انا ابعتهم لك كده بالترتيب تمام دي تاني حاجة ما نحسل اهمية الحاجات اللي بعد كده دي يعني مش مهمة اوي يعني لو جات في المتاحة نيجي على نقطة او اتنين اللي هي زي ايه اه مبادئ المراجعة مبادئ بس مبادئ المراجعة لان مأمور الضراب ده حضرات لما يجي يفحص بيطلب حاجات معينة منها التقرير اللي بيعمل المراجعة على القوام المالية للشركة هنتكلم عن حاجة دماشي هقول لك احنا نعمل ايه في الحاجات دي يبقى اتفاقات الدولية مش مطلوب منك تحفظ اتفاقات على فكرة وهقول لك مطلوب منك تذكر فيها ايه مبادئ المراجعة اثر تكنولوجيا المعلومات على مصلحة الضراب نتكلم عنها التلات نقطة دول ان شاء الله هحاول خلال ايام بسيطة اوي اعمل لها فيديو تلات نقطة دول تمام في بعد كده ايه تاني في مهارات الاكسل والورد والبوربوينت اللي هي الاوفيس يعني دي اللي هي الاساسيات ممكن تدخل على جوجل كده وتعرف مثلا قيمة حفظ يعني ايه سيف مش عارف ايه ازاي قيمة تحرير بتعمل ايه قيمة مش عارف ايه تنسيق بتعمل ايه الحاجات الاساسيات بتاع الورد والاكسل شوية كلام كده عرفوا تلاقي على جوجل يعني وظائف المفاتيح الحاجة سهلة يعني متقلقش في برضو عندك الانجليزي هو بيتكلم برضو نبقى في اسئلة انجليزية بس اسئلة في الاساسيات يعني اعتقد يعني يعني ممكن مثلا معادلة المحاسبة اللي هي الاصول بتساوي التزامات زي تحول ملكية ممكن يقولك مثلا الاسيتس ايكوال بتساوي ليابلة زي لها التزامات بلاص زائد ايه توروح ايه الاينر زي اكوة تحول ملكية حاجات زي دي يعني برضو يا جماعة لو عايز جزء بتاع الانجليزي ده برضو انا عندي مصطلحات مصطلحات في الانجليزي يعني مصطلحات مهمة محاسبية انجليزي على الاقل تبعارف الحاجات ده هتبقى تماما ان شاء الله فبرضو اللي عايز المصطلحات دي يبعث لي رسالة وانا ابعث له المصطلحات دي بالكامل او يبعث لي على جروب التليجرام او الواطس او الفيس عندي ثلاث حاجات دول في جروبات ليهم بتوع يعني ابعث لي عليهم وانا ابعث لك برضو المصطلحات الانجليزي ما يشوفها ايه ده محتوات الامتحان فيه بعد كما يقول لك مهارات ادارة الوقت ومش عارف ايه ده حاجات بقى ايه فنيات كده معانة سهلة يعني ما تقلقش يعني منها خالص يعني وظائف الادارة ايه وظائف الادارة يعني ما معروفة يعني تخطيط والرقابة والمتابعة والتوبيه وظائف الايه حاجات برضو تعرف تحلها بازن الله فده كان ملخص عام على الامتحان التي اتحنوا ان شاء الله فانا هعمل لك فيديو يعني بعد ما خلص الكمال مضافة هعمل فيديو بالاتفاقات الدولية مبادئ المراجعة واصهر تكنولوجيا المعلومات على الضرائب فانتظروني ان شاء الله ويعني هحاول اكسف الفيديوهات يعني خلال ايام بسيطة اكون خلصت كل حاجة بازن الله وبالتوفيق لكل زملائنا جميعا وشكرا لحضراتكم وسلام عليكم اشتركوا في القناة